المشروع الاقتصادي من الاخبارية السورية اهلا بكم عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس عيمة خميس اجتماعا نوعيا في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بحضور عددا من المعنيين لبحث الملف وقع انفاق تطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ضمن خطة الحكومة في ظل معطيات المرحلة والظروف الحالية التي تعيشها سوريا تحضيرا لاطلاق برنامج التطوير الاداري مزيد من تفاصيل مع رانا حسن في ظل الظروف الحالية التي تعيشها سوريا وتحضيرا لاطلاق برنامج التطوير الاداري الذي اطلقه الرئيس بشار الاسد عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس عيمة خميس اجتماعا نوعيا في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش لبحث واقع وآفق تطوير عمل الهيئة المركزية المهندس عيمة خميس بيّن أن الحكومة تعتبر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤسسة هامة جدا وينبغي أن تكون نقطة مضيئة لجميع مفاصل العمل الحكومي هاي المؤسسة هامة هامة بتير بكل العنوين وأهميتها مو أنا كرئيس حكومي بيحددها لا حلي بيحدد أهمية هذه المؤسسة ما وصلنا إليه من نتائج عملها إن كان بالإيجابية أو بالسلبية حلي بيحدد أهمية هذه المؤسسة في الفترة المستقبلية مشروع الإصلاح الإداري اللي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد قبل ثلاث أسابيع تقريبا وكل يات كونوا تابعينه هاي بيحدد أهمية هذه المؤسسة التحديات التي أفرزتها الحرب على بلدنا بعد هالحرب لسبع سنين هاي بيحدد أهمية هذه المؤسسة هي مستقبل سوريا اللي نحن بننظر له اليوم بعد هالحرب الظالمي على بلدنا وما أفرزته على كل مواطن سوري يؤمن بسوريا فإذا نظرنا للمقرجات الأربعة وأكتر من هيك في أهمية من لايها المؤسسة هي من المؤسسات الهامة في بناء الدولة السورية وزير المالية الدكتور مأمون حمدان لفت إلى ضرورة أن تحقق الهيئة نتائج فعلية نظرا لصلاحيات التي تتمتع بها ومن جانبه لفت وزير العدل القاضي هشام الشعار إلى وجود ارتباط وثيق بين عمل القضاء والهيئة نوهنا كوزير العدل على قدر ما يكون التقرير الذي يحال من الهيئة المركزية إلى وزارة العدل مكتمل مستوفي شروطه القانونية مدعم بالوسائق والأدلة الكافية يكون له الدور الكبير في اعتماده من قبل المحكمة ويكون له دور في تكوين القناعة لدى القاضي في الإدانة أو البراءة عند إصدار حكمه في هذا الموضوع القاضي أمين الشماط رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استعرضت الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير عمل الهيئة حيث تم تداول بعض الملاحظات والوقوف عند العقبات التي تعيق العمل التفتيشي وأيضا وجه السيد رئيس الوزارة بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية أن المفتش هو مستقل بعمله ويعمل بشفافية ودون الالتفات إلى أي ضغط معنوي أو مادي من الغير أن يعمل بحرية واستقلال وشفافية الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر أوضح أن عمل الهيئة يجب أن يقترم بالتفكير من خارج المؤسسة وتثبت قدرتها على الصمود في التحولات والتغييرات الإدارية والهيكلية والتطوير كان هناك تسليط ضوء على مهام عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من داخل هذه المؤسسة من حيث مقاربة مقومات نجاح هذه المؤسسة لتأخذ دورها الشامل والواسع على امتداد البلد من ناحية ومن ناحية أخرى مقاربة الملفات الكلية التي ينبغي أن تطلع بها هذه المؤسسة لا سيما فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد قضايا تشبيك المؤسسات مع بقايا الشركاء الفاعلين سواء في الجهاز المركزي للرقابة المالية أو في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء أو مع بقية الوزارات من جهتين أخرى من جهته أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مازين يوسف أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية لتحقيق توجهات الحكومة واستعادة النشاط الاقتصادي المداخلات تركزت خلال الاجتماع حول تطوير آلية عمل الهيئة من الناحية الإدارية والإجرائية وتحسين واقع المفتشين والاعتماد على الخبرات عقد وزير النقل المهندس علي حمود مع المعنيين في النقل الجوي كوادر مؤسستي الطيران المدني ومؤسسة الطيران العربية السورية عقد اجتماعا في مبنى الوزارة حمود اكد في الاجتماع على تكاليف المؤسسة العامة للطيران المدني الاستعانة بالشركة المختصة لدراسة إنشاء صالة ركابا جديدة مع كامل مرحقاتها الخدمية وتشغيلية وإعادة تنظيم وتأهيل مطار دمشق الدولية انسجاما مع رؤية الحكومة ومع خطة وزارة النقل لتطوير قطاع النقل الجوي ووضعه بالمستوى اللائق فقد قمنا اليوم بعقد اجتماع وورشة عمل للمؤسسات المعنية في القطاع الجوي المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة الطيران العربية السورية لوضع رؤية واستراتيجية لتأهيل مطار دمشق الدولي وقد خلصنا إلى أن تقوم المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاقد مع جهة دارسة متخصصة لتطوير صالة مطار دمشق الدولي لتصبح بالمستوى اللائق الذي يحقق كل المواصفات العالمية للمطارات وكذلك إعادة تأهيل منشأة المطار لتكون متطابقة مع المواصفات العالمية لمنظم الطيران العالمي ولكي تحقق الإنسيابية المطلوبة للبضائع والركاب خلال الفترة القادمة صرف المصف الزراعي التعاوني في حمان نحو 460 مليون و556 ألف ليرة قيم فوتير الحبوب المسوقة لفرعي مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب واكثر البذار في المحافظة منذ بدء عمليات الصرف ولغاية تاريخه وأوضح مدير المصرف بسام الحلبي أنه تم صرف 88 مليون و120 ألف ليرة قيم الأقمح المسوقة لفرعي مؤسسة الحبوب في حماء و372 مليون و536 ألف ليرة قيم القمح والشعير المسوقة لإكثار البذار مؤكداً عدم وجود تأخير بعملية الصرف كشفت وزارة النفط العراقية بغداد بدأت بحفر أول بئر في حقل الحويزة النفطي قرب الحدود الإيرانية والذي قد يحتوي على احتياطية تقدر بمليار برميل وذكرت الوزارة النفطية العراقية شركة نفط ميسانة التي تديرها الدولة ستشرف على قطاع نفط والغاز في المحافظة التي تحمل الإسم ذاته في الوقت الذي يصعى فيه العراق للزيادة طاقته الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً في نهاية العام من نحو 4 ملايين و700 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي كشف وزير العدل البريطاني ديفيد ليدونجونت أن إبرام اتفاق تجارياً مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكفي وحده لتعويض أثر الانفصال وبين وزير العدل البريطاني أن الاتفاق لن يكفي وحده لكن سيكون أمراً جيداً جداً وكذلك إبرام اتفاقية تجارية مع الاقتصادات الناشئة في أسيا وأمريكا اللاتينية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغاز الروسي يمتلك ميزة تنفسية في صدرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا عن الولايات المتحدة الأمريكية لأن تكاليف الإنتاج والنقل أقل وفي ذات السياق رحب بوتين أيضاً بجهود الأمريكية لتصدر غاز طبيعي مسال إلى أوروبا التي تمد روسيا بثلث إمدادات الغاز مبيناً أن هذا يخلق منافسة صحية في الأسواق العالمية ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى أسعار العملات الرئيسية مقابل الليرة السورية حسب نشط مصر في سوريا المركزي سوية نلاحظ بأن الدولار الأمريكي بالنسبة للحوالة الشخصية ما زال عند مستوى 515 ليرة أما بالنسبة لشركات الصرافة فهو أيضاً ما زال عند مستوى 517 ليرة و42 قرشاً سورياً اليورو بالنسبة للحوالة الشخصية هو عند مستوى 578 ليرة أما بالنسبة لشركات الصرافة فهو عند مستوى 587 ليرة و61 قرشاً سورياً ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى أسعار الذهب نلاحظ سوية بأن أصت الذهب عالمياً وصلت إلى حدود 129 دولارات وتسعين سنت للأنصة الواحدة أما بالنسبة لأسعار الذهب في السوق المحلية إجرام الدابعي 21 بـ 18300 ليرة سوريا إجرام الدابعي 18 هو بحدود 15686 ليرة سوريا أما الليرة الذهبية السورية عير 21 قربت 150 ألف ليرة سوريا ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى قطاع النفط سورياً نلاحظ بأن خام برينت وصل إلى حدود 46 دولار و71 سنت للبرميل الواحد أما بالنسبة للخام الأمريكي فهو عند مستوى 44 دولار و23 سنت للبرميل الواحد هذا كل ما في إجابتنا من أخبار اقتصادية عشاق الرياض